هو فيه اختار رسمي بالنسبة للكهرابة الغاز دلوقتي إنما الغاز لسه بفيش اي اختار رسمي الغاز الوسائل الإعلام بس تدولت إنهما بالتفكير إنه هو رافع من 3 دولار من مليون واحدة إلى 4 دولار يعني زيادة 33% بالنسبة للكهربة فبالنسبة للجهد الفائق اللي هو يهم الصناعة الكثيفة ارتفع من 23.5 إلى 30.1 يعني زيادة بالنسبة للتحوال 28% فكيف تقيمون الزيادة الجديدة في أسعار الطاقة وتأثيرها على الصناعات الكثيفة لإستخدام الطاقة؟ طبعا الزيادة دي عالية للغاية وهتأثر جامل جدا على عديد من المصانع من حيث المبدأ إحنا ما كانش فيه اعتراض بالنسبة للصناعات الكثيفة أو من الغرفة يعني على زيادة أسعار الطاقة بس بمعدلات يمكن تكون أبسط من كده يعني الرقم اللي زده إحنا كنا متوقعينه يزيد على ثلاث مرات حتى لو في فترة زمنية مش طويلة يعني خلال كل ست شهور أو كل ثمان شهور يزيد جزء بحيث أن مع نمو السوق ومع زيادة الحركة ممكن يزود الأسعار إنما يكونوا أنه يزيد دفع واحدة بالكم ده كله ده طبعا هيضلع كتير جدا جدا من الشركات يمكن أكتر من نصف الشركات المعدنية التقيلة هتتأثر يمكن جامد فيها ما هو موقفكم حتى الآن هذه الزيادة؟ هل هناك مناقشات تجري بينكم وبين الحكومة؟ طبعا احنا بالنسبة لنا لسه كان فيه اكتماع من يومين بخصوص الموضوع ده واتفقنا على حاجات من أما أننا هنعمل مذكرة بتوضيح أثر الزيادة الكبيرة دي على المصانع وتوضيح أن أصارها يكاد يكون مدمر على البعض وأنه هيكون عبء زيادة على الآخرين ده من ناحية ومن ناحية تانية على أساس أنه اختصوا صناعات معينة بزيادة بدون باقة الصناعات فيمكن دي برضو هنستشار فيها مستشار قانوني هل ممكن أن يتم معاملة مصانع بطريقة أو مصانع بطريقة أخرى؟ احتمال يكون دي فيها شبهة دستورية شوية لأن دي كده ما بقاش فيه مساواة بين المصانع وبعض هناك اتهام للمصانع كثيفة لاستخدام للطاقة بأنها تحصل دائما على دعم للطاقة بينما تبيع المنتج بأسار العالمي احنا وضحنا في مذكراتنا بمنتهى الوضوح أن النوعيات الطاقة اللي بيستخدمها الشركات الكثيفة دي مش من ضمن الطاقة المدعومة احنا دعم الطاقة عندنا منحصر في أربع نوعيات ودي دايما بيذكر بيها اللي هو سعر الصلار وسعر المزوت والبنزين والبوتاجاز الأنابيب الأربع نوعيات دول ما بيستخدموش في الصناعات السقيلة ربما الدعم اللي بيروح في الطاقة بيتحسب على أساس أن في عندنا شرائح في الاستهلاك بتبقى مدعومة بتاخد الكيلوات بخمسة ساغ وبعشر ساغ وبعشر ساغ وبتناشة ايش حتك عارف اللي هو اللي شرائح المنزلية الصغيرة فدي بس في الكهرباء أما بالنسبة للصناعات فكلها تقريبا بيبتاخدش النوعية دي من الوقود المدعوم حاليا دلوقتي احنا بنقول يعني أن الصورة كما اللي كان بياخد من اللي معاه عشان هو يدعم بيء الآخرين بدل من خزينة الدولة هي اللي تدعم هل يمكن أن يكون هناك تأثير على سعر المنتج النهائي بالنسبة للمستهلك؟ هو بكل أسف المنطق كان بيقول أن أي تكلفة تنعكس على سعر البيع إنما فيه قيود كتيرة في الحتة دي يعني الألمونيوم بتحكمه برصة عالمية وبالتالي أنت لو زودت سعرك دولار واحد مش هتقدر تصدر نفس الشيء في السباك الحديدية الألمونيوم بتصدر 50% من إنتاجها والسباك الحديدية بتصدر 70% من إنتاجها وبالتالي والمقيدين ما يقدرش يزود النحية الثانية في مجموعة الحديد إنت لو زودت أي قرش في عندك واردات هتبصك لأي تاني يوم السوق تمالة بواردات كسيفة جاية من بره بأسعار أقل فبقيت إنت دلوقتي بين السندان ومطرقة لو زودت مش هتقدر تبيع ولو تكلفت هتخسر أو هتبيع بدون المكسب والوضعين مش سلام بالنسبة للصناعة دي ما هو الجديد بالنسبة لرخص الحديد التي تم سحبها خلال المرحلة الماضية رخص الحديد اللي تم سحبها تقريبا وصلوا لاتفاق دلوقتي باعتبار أن القرارات دي كلها جات بعد الوحدات ما انشأت فبيطبق عليهم نظام يسمى توفيق أوضاع توفيق أوضاع ده بيتم فيه سداد قيمة الرخصة اللي اتحكم بيها على شكل أقصات وطبعا الأقصات دي بيبدوفها مؤدمة بفترة سماح وباقتهم على 3-4 أقصات يكون الأمر تحسن في المحكمة بالنسبة للرخص هو كانت المشكلة الأساسية في الموضوع أن عشان يطلع السجل بعد ما كان لازم يستنى لما يساعدت كل المبلغ وعشان يوصل الكهرباء لازم يكون معار الترخيص وده كانت المشكلة بأننا طلبين أن توصيل الكهرباء للمصانع وفي نفس الوقت هم بيقصاته الرخص كان فيه اجتماع مبارح أظن في مجلس الوزراء حضروا بعض أصحاب المصانع لمنقشة الموضوع ده وتم توضيح الصورة وإن شاء الله وعدوا بأن خلال اجتماع مجلس الوزراء الجاي حيث